إلى شأن الأمن الآن وفي إطار مكفحة الإرهاب تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابع للقطاع العمليتي لأضرار الناحية العسكرية الثالثة صباح يوم السادس نوفمبر من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة تتمثل في عشين مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف بندقيتين نصف آليتين من نوع سيمينوف وفيما يخص ذخيرة تمثل في ثمانين وعناق أدوية 17 صاروخ عيار 57 مليمتر خاص بالحوامات